اهلا بكم ايه الفايدة اللي هتعود عليك كمواطن لما البنك المركزي بجلالة قادره يجتمع ويقرر تخفيض الفايدة واحد في المية هتيجي تقول لي وانا اساسا ليه احساب بنكي هو لا اساسا بتعمل مع البنوك علشان كده انا قررت ابدأ حلقتي واشرح لك يعني ايه القرار المهم اللي خده البنك المركزي هتيجي تقول لي طب ماشي يا عم خير هو قرار مهم بس ده واحد في المية ايه يعني واحد في المية ايه ده بس ايه ده على رزقك عشان تبقى فاهم الدنيا انا النهاردة الكلام ليك الكلام ليك علشان تبقى فاهم وضع الاقتصاد المصري وتحديدا ايه اللي هيعود عليك كمواطن هتستفيد اه تستفيد طلع عينك السنة اللي فاتت اه هيطلع عينك في النص التاني من السنة دي اه بس لازم نفهم ونشرح لان انا ما بحبش المواطن يبقى ماشي يعد على اخبار كده ويعتبرها اخبار عادية لا او يعتبرها ده دول يا عم بتوع البزنس مان بقى والاقتصاديين والكلام لا كلام مهم يصده في صالحك ولازم تبقى فاهم اي دولة في العالم تقرر تعويب عملتها او بالمعنى الاقتصادي شوية ويقبل مني كده المصطلح ده تحرير سعر الصرف يعني ما يبقاش البنك المركزي كاتم على العملة ومحفلت عليها ايه اللي بيحصل العملة بتاعتها سعرها بيتراجع ممكن يوصل لدرجة الانهياب سم اللي حصل عندنا عم تراجع رغم تراجع مخيف الجنيه فقد نصه ماشي كده ده معناه ايه بقى بلغة الاقتصاد تضخم كبير في الاسعار ينهر بيط الاسعار هتطلع تنفجر تنفجر زي ما احنا شفنا السنة اللي فات طب هل البنك المركزي يقعد متكتف ما هو اللي عوم ام الجنيه لازم يدخل ويتصرف فيقول لك ايه مش هو اللي بيقول بقى خبراء الاقتصاد كتاب بتاع الاقتصاد اللي بتبع في العتبة يقول لك اول ما تعمل تحرير عملتك وتطلقها كده وتشوفها هتوصل فين الاسعار هترتفع فضا التدخل فالمواطن هيطلع عين اللي جابوه طيب وانت كبانك مركزي لازم تتدخل طب اتدخل اعمل ايه يقول لك تخفف شوية من ارتفاع الاسعار والتدخل طبعا انت كمواطن هتقول ايه يزود للمرتب اقول لك لا يا حلو دور البنك المركزي هنا يشفط الفلوس من السوق في فلوس كتيره كده في ايد الناس والشركات يقول لك اشفطها احطها عندي جوا الخزنة واقفل عليه لان الفلوس دي طول ما هي موجودة في السوق الاسعار هتقعد ترتفع اكتر واكتر واكتر يبقى انا لازم اعمل ايه بلغة الاقتصاد اكبح جماح التضخم طالع غول تعمل ايه بقى يا بنك مركزي اروح رافع سعر الفايدة في البنوك سعر الفايدة كان 10-12% لا ده انا اخليه 20% 20% ده رقم مخيف اوي رقم كبير اوي فاتخل المواطنين المصريين يقفوا طوابير في البنوك علشان يطلعوا كل الارشنات اللي حلتهم ويربطوها بشهادة بفايدة 20% عايز اقول لك المصريين ربطوا 650 مليار جنيه عند شهادة امه 20% وده رقم كبير جدا جدا الفلوس انشافطين والشركات ربطين كله ربط 20% واي واحد مستثمر كده معايا ارشين يقول لك يا عم بقول لك ايه 100 مليون جنيه هيجبولي كام في السنة والعمال بيجوا ما بيجوش والضرائب وقارف وبالازرق ده انا اخدهم واربطهم ويجبولي 20 مليون لو انا مستثمر معايا 100 مليون لو انا هعمل مسلسل ده انا هيطلع عيني على بال مبيعه للفضائيات وحصل الفلوس اربط فاهم لو انا مصري معايا ارشينات ودولارات وده هدف البنك المركزي ايضا احول مصري واربط بعشين في المية فوقف لطوابير وربطنا عشين في المية البنك المركزي تكلف كتير والبنوك اه بس يقول لك انا هنا مش بدور على مكسب وخصار لا ده الدنيا هتولع في حياة المواطن اكتر ما هي مولعة ده انا عايز الاسعار اللي عمالها تنفجر دي افرملها وامسكها ماشي كده الفصل التاني من الكتاب بتاع العتبة بتاع الاقصاد بيقول لك ايه اول ما ترفع الفايدة كده وتبدأ بقى ايه ترائب التضخم كلما يتراجع شوية عنده لقطة معينة لازم تعمل اجتماع وتقلل سعر الفايد السنة اللي فاتت البنك المركزي عمال اجتماعات كتيرة وكلها اجتماعات يوم خميس وبالليل كيفين شاي وقاوة وصهر المهم يعودوا في المغارة بتاعتهم في البنك المركزي وكل الاخبار تقول لك البنك المركزي في طريقه لتقليل سعر الفايدة لا طبعا ولا يقل يسبت يسبت هي العشيب في المية هي العشيب في المية مش هيقرب منها التضخم تراجع الفترة اللي فاتت هديجي تقول لي تراجع ازاي يا عمنا ده الدنيا مملع انا مش لقاكل انا استلافت انا بعد هل الحاجة اللي كانت بعشرة قبل التعويم وبقت بعشرين بعد التعويم اسعارها تراجعت لا هديجي تقول لي طب ازاي التضخم تراجع تراجع يعني ايه يعني كان هو عمال يرتفع كل شهر كل اسبوع كل يوم فاهم عمال يرتفع يرتفع ثبت ثباته عند البنك المركزي معنات تراجع تقيل ويبدأ شوية يكسر هي هي ليه بقى ما انتشفت الفلوس من السوق فاللي كان عارض سعر الشقة بعشر تلاف جنيه مفيش فلوس فقولك طب بتسعة طب تبشي بتمانية طب سبعة ونص شفت بقى ده تراجع في الاسعار لانك شفت الفلوس من السوق عند النقطة دي الدنيا هجت الاسعار بدأت تتوازن تتراجع نسبيا البنك المركزي قال ايه انا هخفض واحد في المية واحد في المية باختصار يعني ان الشهادة امه عشرين في المية مش هتبقى بتسعتاشر لا هو خفض حاجة بس مش عايزة ادخلك فيها اه فنية اوي اسمها سعر الادع والاقراض يعني اه في اليوم اه من 18.75 ل 17.75 ملكش دعو في الديلمة دي انا يهمني الشهادة بتاعتك ايه المهم ال 650 مليار لو هو دلوقتي قال انا مش هجددها ايه اللي هيحصل ال 650 مليار هتنزل السوق طب ما الاسعار هترتفع اه هترتفع ما انت هتفق ال 650 مليار مش معنى كده ان اقربت شهادة من شهر فالبنك هيجي يقولك الشهر الجاي لا انا فكتها لا كل واحد ميكمل الشهادات دي كان مدتها سنة و سنة و نص انت معاه لحد مرور سنة و نص على تاريخ ربطة بس الفلوس هتتفك هترجع السوق تاني هيحصل اللي جانيناه هالدنيا هتزين فقالك بص احنا ننزل الشهادة المعشرين في المية تبقى ب 17 فالمواطن يقولك ماشي جزء مننا هيفك المعشرين لما يحيل معاد فكها ويربط ب 17 وجزء يقولك لا 17 عليها كده بخسار انا انزل اقلب رزق في السوق عايز اقولك شركات و مستثمرين وتحديدا شركات التطور العقار لما جاعد معاهم يقولولي ايه احنا منتظرين 650 مليار جنيه اللي ربطهم المصيرين بفايدة 20% ترجع السوق عشان الدنيا تمشي معاه النهاردة الاسعار الشهابت على 10 سنين تخيل على 10 سنين مفيش فلوس البنك المركزي ايضا مش عايز الفلوس كلها ترجع السوق فقالك نخليها ب 17 طيب ده كده ملخص الوضع تعالى بقى نتكلم لغة تانية من هم الفائزون والخاسرون لما الشهادة كانت بيعشين في المية والفايدة عالية عشان اقولك من هم الفائزون والخاسرون لما الدنيا رجعت اول فائز لما الشهادة كانت بيعشين في المية الحكومة ليه الاسعار تتراجع شوية فالناس ما تعودش تدخل تلفونات في البرنامج وتلعن القرارات دي ماشي بس ده مكسب سياسي طب اول خاسر كمين لما الشهادة بيعشين في المية الحكومة ايضا ليه لان الحكومة اكبر مدين للبنوك الحكومة مستلفة كام تلات تلاف وخمسمائة مليار جنيه تلات تلاف وخمسمائة مليار جنيه مبلغ كبير قوي تلاتة ونص تر اليوم ماشي يبقى دي الحكومة كثبت وخسر مين الخاسر الشهادة لما كانت بيعشين في المية المستثمر اللي هو بيدفع جزء في المشروع و بيروح يقترض من البنك جزء كده الفايدة عالية عليه فاصبح خاسر فيقولك لأ وقف النشاط دلوقتي مش هاخد كروت كده قطاعات في الدولة استثمارية خسر هديك مثال قطاع السيارات مش أنا وانت كنا مروح نشتري للعربية بالقصد كانت فايدة 7-8% على خمس سنين ماشي لما تلاقيها 14% مقطوعة تقول لأ مش هشتري أو عدد محدود هو اللي يشتري فهدي ده خسارة اللي هو هتلاقي كله اقتصاد واستثمار مفيش استثمار يبقى مفيش فرص عمل مفيش فرص عمل مفيش درائب ولا تأمينات طيب مين بقى اللي كسب لما الشهادة هتتراجع شوية اللي خسروا أو الكسبان الحكومة ليه لأنها أكبر مستلف الحكومة مديونة شوشتها 3500 مليار جنيه الواحد في المية ده اللي نزل يوفر لها 35 مليار جنيه في السنة تخيل واحد وثلاث ما هو واحد في المية من 3500 مليار يبقى كام واحد في المية واحد في المية الفايدة بتاعته 35 مليار يبقى ده ايه كسبانة كده طيب تاني كسبان أنا وانت هتقول لي ليه هقول لك اسبر وانا بكلمك اكيد مش كلنا على درجة واحدة من امورنا المالية مسلا في واحد كان عاوز يجيب عربية صغيرة كده ترحمهم المشاوية الدنيا طبعا انفجرت في الاسعار واحنا عارفين ده ابو مية بقت بمتيه فكان رايح ياخد قرد فلا القرد 14% هتبقى قد كده يقول لك لا 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 خلاص لكن لما الفايدة هتنزل شوية حيسأل البنك يقول له القرود والصيرات قلت يقول لك قلت فيبدأ ياخد عربية يقصت انت كده مستفيد او كده مستفيد اي حاجة كنت بتاخدها بقرود من البنوك فايدتها هتقل عشان كده لو انت كنت مأجل مشروعات علشان تشتري شقة تشتري عربية تشتري شقة تمول عقاري بقول لك روح ويتلاقي اسعار فايدة بس هنصحك نصيحة مش عايز للحكومة وللبنك المركزي يسمعوه ها دلوقت يا ريتي وطو التلفزيون النصيحة في كلام ان في اجتماع البنك المركزي القادم الاجتماع القادم في مارس اخر مارس هيخفض كمان واحد في المية فلو انت حاوز هل انا بعرف الاسرار لا لا يجرؤ محافظ البنك المركزي يقول لأهل بيته ان هو هيخفض ما يقدرش لا يجرؤ ماشي بس فيه هنا حاجة اسمها ايه توقعات توقعات ان البنك المركزي خفض الفايدة على نهاية شهر الجاي فلو انت تقدر تصبر شهر اوكي ما انت لو بدأت الاجراءات النهاردة مش هتصرف اللبشاء البنوك بتطلع عينك في الورق المطلوب منك اتفقنا كده فانت رايح في موجة تخفيض فوائد الشركات العقرية وهي بتبني عمارات بتاخد قروض من البنوك احياني فبتحملها عليك لا خلاص مصانع الحديد وهي بتبيع طن الحديد بتاخد قروض فبتاخد بفايدة عالية فتحمل عليك ارتفاع الفايدة كارسة بتضر الاقتصاد القومي كله وعايز اقول لك حاجة ايه واع تفرح لما تلاقي الفايدة بـ 20% او كده تقول بـ 30% لا التضخم السنة اللي فاتت كان 4-30% لما يديك 20% لا ده انت فلوسك قاله 14% من 100 باقتصاد عايزك تبقى فاهم الكلام احنا رايحين الفترة الجاية على ايه لا هدوء طيب هل احنا هنصح ونرجع لأسعار الشهادات اللي كانت فايدتها 10% السنة دي الاجابة لا ليه ما انا بشرح لك باقتصاد 1-7 جاي في ارتفاع أسعار الكهرباء الغاز البوتاجاز البنزين والسولر ده هيعمل ايه ارتفاع العربية اللي بتروح سوق الجملة جنبك في العبور وفي اكتوبر اللي كانت بتشيله الخضار خلاص هتشتري سولر وبنزين بسعر اعلى فهتعلي تكلفة النق فانت بدل ما تشتري كله الكوسة مثلا بخمسة هيبقى بستة يبقى ده في تضخم جاي في 1-7 جاي عشان كده البنك المركز ما هيقدرش يهبت سعر الفايدة جاملت اذا احنا بنتحرك في كام 2-3% بس دول بالنسبة لك هيبقوا ماكزا عايز اقولك ان البنك الاهل وبنك مصر قرار تخفيض الفايدة من 20% لـ 17% يوفر لهم 25 مليار جنيه تخيل تكلفة عالية على البنوك ايضا لكن ده اشارة الى ان احنا رايحين لوضع اقتصادي للدولة ككل افضل للحكومة افضل للمواطن افضل يهمين انت حاجة واحدة انا انا بكلمك انت كمواطن لو انت عايز تاخد قروض من البنوك تقدر من بكرة تسأل تاخد رأي خير استنى شهر ما انا بقول لك الرأي ده اتمنى بس طريق عامر ما يسمعوش ما حفظ الالقاء هيقول انت هتوقف على البنوك كده ماشي لا اصبر لك 6 اسابيع كده الدنيا هتحلو والفايدة هتقل ماشي بس عايز اقول لك حاجة تاني خلي بالك منها لما اسعار الفوايد هتقل الفلوس اللي في البنوك 650 مليار هتجرع السوق اول حاجة هترتفع اسعار العقارات في كلام توقعات بقى هنا خبراء اقتصاد ان سعر العقار هيرتفع في النص التاني من 20-30% عشان ارتفع البنزين والسولر والكلام نصيحة مني لك لو انت رايح هايز تشتري شقة سكن افضل وقت دلوقتي تقسيت على 10 سنين كله كده تخش تحط رجل على رجل اللي اعلانات هارية الفيسبوك ادفع 10% بيبوز ويدك طبعا السعر غالي شوية بس هو ده الوضع العام انصحك تاخد تمويل عقاري لو عايز لشيرة شقة قصت على 10 سنين لو انت واخد القرار في الشقة اعمله في الست شهور دول ما تأخروش في اخر السنة اخر السنة الدنيا هترتفع شوية يعني المتر ممكن يزيد من 1000 ل3000 جنيه انت اولى بيوم انا النهاردة بحاول الملك الموضوع بالكامل عشان تبقى عارف راسك من رجليك ولو عندك قرارات انت مأجلة انصحك تاخد عايز تشتري عربية اصبر 6 اسابيع هتلاقى الاسعار نزلت تاني فويت انت اولى بالجنيه عايز تشتري شقة ابدأ دور من دلوقتي نفس بعد شهر ونص بس اعرف ان في النص التاني يعني على الصيف اسعار العقار هترتفع اه احتمال انا مش مغسل وضا من جنة بس انا اميني انت انت كمواطن الوضع العام السنة دي كاقتصاد للدولة المصرية افضل من السنة اللي فاتت الوضع العام افضل بيسموها ايه في التوتالة الدنيا تنبسط اوي 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 وزغرت زي ما بيقولوا وقلبها والله فرح بلدي لو الدولار تراجع شوية نفس الدولار يبقى 14 14.5 نفس بس لا هيحصل لما السياحة ترجع اكتر والكلام ساعتها هقول لك كلام حلو اوي بس انا بكلمك ايه في اللقطة اللي انا فيها دي وانا يهمني كل المصريين في الداخل وفي الخارج قولك خير قال الدنيا هتبقى